يبحث النادي الأهلي عن إيقاف نزيف النقاط وتحقيق الانتصار الأول هذا الموسم عندما يواجه الفتح الليلة وعان الأهلي من مسلسل التعادلات الذي لازمه في الجولات الأربع الأولى حيث فقد الفريق حتى الآن ثماني نقاط واكتفى بجمع أربع منها وعلى الحديث أكثر عن وضع الفريق الأهلاوي ينضم لي من جدة الصحف الرياضي الأستاذ علي الزهراني مساء الخير يا ابن أواف يا أهلا وسهلا مساء الخير حياك الله حبيبنا وتحية لك وتحية للمشاهدين الكرام ابن أواف أبدأ معك الأهلي من أربع مباريات أربع نقاط فقط حازم وضع الأهلي للأسف في السنة هذه لم يكن يسير في طار الطموحات الكبيرة التي كانت تراود الجماهير الأهلاوية طبعا كان الكل يتفائل بأن الإدارة الجديدة برئاسة الرائع مجلس النفيعي وأعضاء مجلس إدارته والصفقات التي تم إبراما خلال الفترة الماضية إنها حافظ قوي لتقديم مستويات ونتائج إيجابية من بداية الدوري الذي ظهر للأسف هو العكس من كل ما كان يحيط الأهلاويين من تفاؤل ومن آمال كانت تحد الجميع بأن يكون الفريق الأهلاوي متصدر للمسابقة من الجولة الأولى الذي حدث في تصوري أنه كانت هناك أخطاء إدارية من خلال جلب مدرب إمكانية متواضعة لكي تنافس حازم لازم تنجح في جلب مدرب متمكن أيضا اللاعبين الأجانب كل العملية أحيطت باللاعب البرازيلي باولين هو باعتقاد الجميع أن هذا اللاعب سيقدم من الإمكانية الفنية مثل ما كان يقدمها مع برشلونة أو منتخب البرازيل